ده محتوى حلقة النهاردة لكن قبل ما ندخل فيه يوم الحد إن شاء الله فريق الأهلي فريق الكورة هيرجع للتدريبات السعداد للموسم الجديد بعد انتاء الفترة فترة الراحة والتدريبات هتكون تحت قيادة الكابتن سامي ومصان المدرب العام والاستدعاء كل اللاعبين تباعا خاصة الناس اللي كملت فترة التأهيل وبقت جهزة أتمنى أن نبدأ موسما مختلفا عن السنوات الأربع الماضية بإذن الله عندنا عناصر لو استردت عفيتها وشغفها والتزامها ما فيش أحسن منه كابتن سامي طلب تقرير من الدكتور أحمد أبو عبل عن حالة كل اللاعبة اللي راجع من الإصابة ونفذت البرنامج التأهيل ودرجة جهزية كل واحد منهم عشان يبدأ يحط برنامج الإعداد النهاردة الشركة اللي كانت معنية بتنظيم معسكر الأهلي في هولندا معسكر الإعداد كان المفروض هيكون من 18 ل28 هذا الشهر الشركة أعلنت أن هي لم تتمكن من استخراك تأشيرات السفر للبعثة وبالتالي بتعتذر عن معسكر هولندا وبيتجه الأمر لاختيار مكان بديل للمعسكر ربما في نفس التوقيت إن شاء الله إن شاء الله طبعا مسألة المعسكر هي الفكرة تاخد الناس بعيد عن الأجواء أنا هو عشان تاخد الناس بعيد عن الأجواء خدوا بعيد عن تليفوناتو بس في أي مكان ساحر جميل داخل أو خارج مصر حياة في بالغرض هو الحياة كمان فنيا وبدنيا المدربين بيفضلوا مكان بارد شوية علشان يقدر يعمل جرعات تدريبية مكسفة يقدر يتمرن مرتين تلاتة في اليوم وبيشوفوا إن المناطق البردة بيتمكنوا من تحقيق مخزون بدني إحنا دخلين على الخريفة أو تجاوزنا الصيف المناطق البردة ستكون في أماكن كثيرة بس المهم يجيبوا التأشير بإذن الله